هذه هو مزوز كلمات او ربعة كلمات دوز عربية و زو انجليزية قناة تنشتلها كيفنا نستعملوها. راح نضعها في صندوق الوصف نكتبوها ونكثروا منها. مش نكتبوها كلمات كثروا ولكنا راح نحاولو نكتبو نكتبو هذي كلمات مطبخ طبخ داخلوها في جمال كما زمنادخلوها. لا مقدورنا جندخلو نكتبوها كما رايها. مطبخ طبخ. نكتبو هذي صندوق الوصف نخليوها. ندخلوها في العناوين بلا بالزة%. في ركزة كوكينج يعني كتبو كيتشن يعني كتبو في زوز وندخلوا معاك كلمة طبخ ولا مطبخ مطبخ فلانة طبخ فلان لازم ندخلوا العناوين دب براسكم اذا حبيت وقالتكم تتنشر في الطبخ وبالطبع ما يوش اي قناة دير فيديو فوضى وتحب تنجح بما بالعناوين كما هذي راح تنجح بسحر احطا عبط حيشاهدوك الناس بان فيديوهات كتافيها يعني ما فيهاش فايدة اذا مراحش يعني نستعدك لكن اذا كنت متعوب عليها حقيقة ستتحضب لي احناس هدامك ركزوا على الصور المصغرة كما شفت القنوات الناجحة كلها صور مصغرة جميلة الوان مشبعة شوفوا كيف تصوروا ولا جيبوا بالانستغرام اذا تابعوا معي الفيديو هكذا باش تفهموا اكثر السلام عليكم مرحبا بمتابعين قناة امين النظر التقنية والتعليمية اذا الفيديو اللي سنتوه بزاف وحبي الناس بزاف يتعرفوا الاشخاص اليوتيوب في العالم كيف يكتشفوا او كيف يعرفوا بان هناك فيديوهات ترند او مشهورة او كلمات دلالية تتكتل في العنوين مشهورة يعني كيف نعرفه احنا بلي مثلا موضوع اليوم هو موضوع الساعة كيف نعرفه هو الاسلوب او الطريقة سهلة جدا شرحتها من قبل لكن الناس ما زال متعمدة ما هيش حبة تشاهد فيديوهات قناتي القديمة يعني للاسف فيديوهات ماش قديمة بزاف لكن يحاوسوا فقط يشاهدوا الا الفيديو الجديد يا خوتي القناة انتا امين الضار فيها اكثر من 700 فيديو تقنية ادخلوا الفيديوهات القديمة حتلكوا فيها فايدة بزاف في مشكلة هذا اذا اول شي نديروه لازم يكون عندك الجيميل عادي يعني جيميل القناة او اي شي نستعملوا الجيميل القناة عادي جدا ندخل الجوجل كروم ولا جوجل اي شي نكتبوه جوجل تراند جوجل تراند كما عاكم نتلاحظو جوجل تراند نكتبوه في البحث عادي جدا ننزل اسفل نلقى مثلا اكاونت جوجل تراند او الموقع هذا نكلي كيفي تراند جوجل مؤشرات جوجل يعني اي شخص تقدر تخرج له هذا الصفحة ولا تدير جيميل تاك وتدخل اذا هذي هي الصفحة اسموها تراند او جوجل تراند او مؤشرات جوجل بالعربية او بلغة انجليزية هذه الصفحة من الاعلى فيها اللغة هنا العالمية الكوكب هذا كما راكم تلاحظوه البلد التصفية حسب البلد ما نحتاجوهاش فقط نعطيكم نظرة خفيفة يدخل عبارة بحث للموضوع هنا تحب تبحث لأي موضوع كما تحب تكتبوه نلقوه مثلا اوتوماتيكي اذي اخر اخبار والاحصائيات كما راكم تشاهدو نسبوك لتكتب كورونا فيروس يعني نسبوك لكورونا فيروس في العالم وهذا الازرق هذا مع انتها اكثر كلمة كورونا فيروس ومنا را هي تتكتب وتبحث في البرزيل في الروس منا وهي راح اذا احنا ما يهمناش هذه احنا كعرب او جزاريين او مصريين او سعوديين او تونسيين او اي دولة عربية احنا لي همنا انه نختار ثلاثة اه نقاط او ثلاثة اسطر لعليمين مكتبة تراند الفوق ثلاثة اسطر نضغط عليها والا تخرجي الصفحة الرئيسية استكشاف عمليات البحث الرائجة البحث هذا العام احنا كبداية كمبتدئ واش ندير نديره فقط استكشاف نضغط عليها نروحوا لهذه نديروا استكشاف تخرجينا هذا الصفحة كما راكم تشاهدو فيها اوتوماتيكيا لحظوا اول شيء في جميع انحاء العالم الاشهر اتناش الاخيرة اذا قبل ما نديروا اي حاجة نضغط على الثلاثة اسطر هذه في جميع انحاء العالم نختار البلد نكليكو فيه في جميع انحاء العالم اذا تحب تخير اي بلد عربي تخير الله يسعلك ثاني شيء المدة الزمانية وهذه مهمة بزاف لانه اتناش شهر بزاف علينا النقد نختاره ما بين تسعين الاخيرة ثلاثين يوم سبع ايام اليوم الماضي اخر ربع ساعات اخر ساعة احيانا اخر ربع ساعات اخر ساعة ما تلقاش لا توجد احصائيات وهذا مش نديره ونروح فقط الافضل شيء افضل خير اي طلقه هو اخر تسعون يوم هالأيام تسعون الاخيرة اذا الان رح نبحثوا على مواضيع ترند مشهورة عالميا اذا حبي الدولة محادثة تغير الدولة احنا الان عالميا اذا نبدأوا باول حاجة اخوتي لازم تركزوا معي في هذا الموضوع ممكن حيكون طويل شوية ولكن اذا عرفتوا هذا الموقع كيف تستعمله هراه سهل جدا والله هراه سهل تزغير كلمات انا مانشح ندخله في التفاصيل خلاص رح جويس نعطيكم غير كيفية تكتبوك كلمات بركة فقط تفهموا طريقة لاملتحها والسهلة جدا راني نديركم بالهاتف هكذا ما يصر لكم حتى مشكل لما نيش نختم بالبي سي قد تتعقدوا اراني بالهاتف اذا اول شي مكتوبة مواضيع البحث ذات صلة متصائدة جملة هذي بينها معنى حاجة رحي ترتفع مواضيع البحث الناس وش رحي تحوز في هذا التسعون يوم يعني في في آخر ثلاثة أشهر تلاحظوا معي مواضيع البحث فيروس كورونا فيروس ارتفاع هائل لاحظوا على الجملة مكتوبة ارتفاع هائل معنى هذلك اي شخص فلوغر ولا اي قناة تبخ ولا قناة تقنية اي شخص يدير مثلا فيديو وقاية او فيديو على كورونا يكتبش اي كلمة يكتب فيروس كورونا شلطة فيروس يعني الشيء المكتوب هنا تدخلوها في العنوان وتزيدوا معها كلمات اذا حبيتو اذا حبيت تخليو غيائية لانه هذه الكلمة يبحث عنها لعالم يعني ممكن احتمال انك تخرج انت فيها ممكن تنجح ومتنسوش ايضا كيف نقولكم اكتبوها في العنوان معناها اوتوماتيكيين لازم تكتبوها في صندوق الوصف وتكتبوها في الكلمة الدلالية ومتنسوش ايضا تركزوا على اللغة الانجليزية مثلا فيروس كورونا فيروس تكتبوها ثانية باللغة الانجليزية لانه هذه رهم ترجمة باللغة العربية اذا ترجموها باللغة الانجليزية راح تتغير هتولي كورونا فيروس افضل لانه نسبة البحث ترتفع هذه بالنسبة للعرب بين جميع العالم شام يبحثوا اذا نسبة ثلاثة ثلاثة فاصة سبعمية بالمية يعني نسبة هاي لا ثاني موضوع يبحثوا عليه في تستين او تسعين يوم كوبي براينت لعب كرة السلة يعني الامبي ثلاثة موضوع فيروس نوع العامل المعدي رابش رأس السنة بوهدفات عرض الموضوع اذا هذو من الموضوع اللي يبحثوا عليهم بزاف اذا نزد ننزله طلبات البحث الناس وش رايها تطلب طلبات البحث يعني الناس رايها تطلب رايها تكتب الاولى في العالم او في ثلاثة اشهر يعني ما هيش عربية كما كنا نقول فيروس كورونا فيروس هذي اكثر مواضيع بحث لكن اكثر طلبات هي باللغة انجليزية علي قلت لكم اكتبوا بالعربية ودخلوا معها كورونا فيروس هذي الاولى بالانجليزية في العنوان هذي تكون احسن عنوان اقوى عنوان مكتوبة ارتفاع هائل مع انترى غير يزيد كورونا فيروس بليس باس يعني كورونا فيروس مجمولة كورونا فيروس بليس باس كوبي براينت ايضا هذر عليه بزاف انديا نيو زيراند جوسيبا ذا فيلم وكورونا يعني كل ناس يتكلم عنه كورونا نستفادوا من هذا الموضوع واش نقد نديرو انا كقناة مانيش مهتم بكورونا مانيش حاب نهذر بكورونا اذا واش ندير انا قناة التبخ كما وعدتكم هذا الفيديو مخصص للتبخ لكن اي كلمة تنطق تقدر تتبقها على اي مجال اخو كنقولكم التبخ تقدر انت تكتب تقنية تقدر تكتب هاتف تقدر تكتب اي مجال تاعك لعبة كما تحب احنا حنبدأو نديرو التبخ عالي جدا نضغط له تخوجنا التبخ في اخر تسعون يوم كما قلت لكم اذا في جميع انحاء العالم مستوى الاهتمام من مدار الوقت كما تلاحظوا باللي راحو التبخ ينزل ويطلع ينزل ويطلع جاي للان راحو طالع ننزلوا ننزلوا مستوى الاهتمام حسب المنطقة يعني كما راكم تلاحظرنا المنطقة المنطقة واش هاي تقول التبخ اكثر بلدان العالم يعني مركزين تلاحظوا به بكل يكتب تبخ ولكن الاكثر اللي مركزين هي تقريبا الله اعلم مصر ولا مش مصر مشكون هذي مهم للزرقة هذي بزاف الجزائر بصفة عامة تبخ الناس بكل تبخ وايضا نقاط زرقة ولنقاط الوان تحة باردة هذي اقل بحث اذا ننزلوا شوي الاسفل اول للمناطق ذات حجم البحث المنخفض هي سوريا مصر الجزائر الاردن فلسطين هذو تقريبا الدول اللي تكلموا بزاف على ذي ما يهمناش بزاف الدول المواضع ذات صلة كما فطر الطمر ثمرة شكاوية نبات كاتش الموضوع جدة مدينة في السعودية طلبات البحث ذات صلة هي طبخ ام وليد يعني فرق بين المواضع ذات صلة يعني مواضع ذات صلة يعني كما نقول كونكت معها والبحث طلبات البحث ذات صلة طبخ ام وليد العاب باربي طبخ العاب طبخ العاب حرب طبخ عربي هذو المواضيع اللي مهتمين بهم بزاف عندهم الصلة اذا اذا ادل طلبات البحث ذات صلة ندير نضغط ندير اكثر الصلة ايضا العاب طبخ العاب طبخ العاب طبخ العاب 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 طبخ هي فيديوهات ناجحة عالميا هنا مواضيع ذات صلة اكثر صلة او لنغير ذات صلة متصاعدة او عفوا اكثر صلة طبخ لعب كيفية ارز دجاج اذا المواضيع الناجحة في تسعين يوم هي طبخ كلمة طبخ تكتبها في العنوان لازم تكتبها في العنوان في اي عنوان لازم تدخلوا كلمة طبخ في صندوق الوصف لازم تكتبوا كلمة طبخ اذا لعب وكيفية ما انت حاولوا تديروا كيفية طبخ الدجاج هذه تحتاجهم بزاق كيفية او طريقة لكن بنسبة قليلة ارز والدجاج الدجاج طائر اكثر اشياء يبحثوا لها اذا راح ندير حاجة اخرى وش رايكم لو كان نزيد العبارة ديني مجال اخر نكتب مطبخ ندير بحث هذا المطبخ هي كلمة ثانية اللي يبحثوا لها العالم طبخ بالازرق مطبخ بالاحمر رغم انه طبخ اكثر من مطبخ اذا ننزله نلقاه باللي طبخ معدل تاعه في الجزائر او في العالم بكل افضل من معدل تاعه في مطبخ يعني ناس تكتب طبخ اكثر من تكتب مطبخ تلاحظة معايا اذا ترطيب سوريا تونس عمان تركيا بو خاطي عندما نديرو بها كيف كيف بو مطبخ مستوى الاهتمام حسب المنطقة ليبيا هي الاولى في كلمة مطبخ الجزائر الثانية تلاحظة معايا السعودية مصر الارضر اذا طلبة البحث ذات الصلة هي اكتبوها اكتبوها في ورقة اكتبوها واجدوا كلمات الجمل استعملوهم في صندوق وصف اكتبوها برك مطبخ اسماء فايز او اسماء فايز انتم مجدديرو لماذا اسماء اسماء فايز طلبات البحث ذات الصلة عندها كونتاكت مع كلمة مطبخ وروحوا لقناتها اكتبوا قناة اسماء وشوفوا اسلوب العنوين تحا شوفوا راح نجربوكم خلي ذا نجربوها خير باش تكونوا اسماء فايز هكذا تتألموا اخوتي الناس مطبخ اسماء فايز لحظوا معايا بللي عندها 460 الف مشترك لهذا تقتريحها اليوتيوب بكلمة مطبخ لحظوا معايا العنوين لحظوا معايا اخوتي العنوين مثلا العنوان الثاني لكل يوم نتكلم عليهم قلت لكم بللي ناجح وضع نتكلم عليهم نهتن قلت لكم مشاهدات هو الكيكا الكيكا خاطرها الان نجح بها بلي فيديو تح جوسيبا العنوان وشي هو رح نضغط عليه سلام عليكم حبيبا عمليم اي يرب يكونوا بألف خير النهار دع اخوتي اذا هذه مصرية تلاحظ مصرية كتب كيكا الخلاط في 5 دقائق نفس المواضع كيكا ب5 بيضات كيكا ب2 بيضات كيكا الخلاط في 5 دقائق اقسم بالله رهيبة بالدوب الفم سهلة وسريعة لشرب الشي والفطار والتسلي والتسلي لحظوا العنوان جذاب هذا هو العنوان الجذاب اللي قلنا نحكي لكم عليه مش العنوان جذاب تالجزيرين اروحوا تشوفوا حلوة اروحوا تشوفوا القاطو وش تشوفوا شكون هذي حيكتب اروحوا تشوفوا شوفوا هي وش كتبت كتبت اول عنوان مكتبت اروحوا تشوفوا كتبت كيكا كلمة السر هي كيكا الكعكا ولا كيكا ولا المهم الكيكا بدأت بيها كلمة الدالرية وكلمة الاساسية للبحث في العالم بدأت بيها ووش كتبت من ورها كيكة الخلاط في 5 اصداق يعني انا كيكا قناة تبخ نقول مليح هذه كيكا في 5 سقاق نشوف كيف الناس راح تتأثر راح تدخل عنوان جذاب اقسم بالله رهيبة بالذوف الفم سهلة و محفز يعني عنوان محفز رهيبة بالذوف الفم سهلة وسريعة سهلة وسريعة كلمة دلالية سهلة وسريعة كلمة دلالية لشرب الشي والفطار والتسلية ذكرت الفطار ذكرت الشي وذكرت التسلية لحظوا معي في يومين عند تقريب 50 ألف مشاهدة الصندوق الوصف ننزل فيه صندوق الوصف كيما كان خاوت نارا صندوق الوصف فارغ ويقول لك انا قناتي ما نزحت شو كي الناس دار ما دار يا خوية تحاوش تفهم الناس انت دي صندوق الوصف هاي قناتها نصف مليون وراه تكتب على اقل المقادير المقادير وش كان فيه ثلاث اكواب دقيق وذورة وملح وكيس بودرة وملعقة مكبيرة خلكوا بحليب على الاقل كتبت مقادير على الاقل هذه قناة ديما ديما كتكتب مقادير معليش باش متخليها فرغانة خطأ اذا نرجع تلاحظوا الصور المصغرة تحكي فهم دير جذابة موحدة لحظة معي يعني قناة نجحة بينها هذا رهي لايف بث مباشر لكن لاحظوا الصور المصغرة سهلة بسيطة واضحة مزومية لاحظوا كيف تزومي في الاكل لاحظوا كيف تزوم في الاكل مش كما كان الناس مبعدين بزاف لاحظوا صور المصغرة تشوفها موحدة تحس بلاي كان احترافية في القناة هنا تتعلموا منها فقط هذه نقول لكم اختاروا مطبخ اسماع فايز تتعلموا العناوين الجديدة والناجحة اذا العاب مطبخ بنات رح نشوف شي هي العاب مطبخ بنات الناس لا يناجح فيها العاب مطبخ بنات اذا رح نشوف شي مثلا هذه لعبة المطبخ للاطفال لعبة المطبخ الحقيقي ها ها هنشوف اسكو حيهمني بعض العناوين ميهمونيش صاريبون بلاك تزو عناوين بلاك تزو او افكار اذا هذي فيديوهات للاطفال فقط تخصصوها للاطفال وتقدموا تعمل فيديوهات اطفال وتنجحوا هذا ما قد نقول لكم لاحظوا مثلا هذي ديانا بلاي روما ودياني العابان لعبة الطبخ مستخدمين مجموعة العاب مطبخ في عشر اشهر جاب 19 مليون الاطفال ثانية خوط فيها مشاهدات مش لازم دائما ندير طفل مش طفل ماليش قناتك غير مخصص للاطفال لكن تستطيع ان تعمل بعض الفيديوهات بعض الفيديوهات خصص للاطفال عاني جدا وتتنشر قناتك لبعض وها للاطفال اذا زيد وشي ثاني حانفيات مطبخ سابق جوجل وهي رايح اذا تقضي زيد وعبارة ثالثة نكتب مثلا كيتشن بلغة انجليزية كيتشن مطبخ انا في نفس الوقت اللي نجل نعطيكم كلمات الاساسية الكلمات الاساسية للطبخ قنوة طبخية طبخ مطبخ كيتشن اذا لاحظوا معي شوفوا الدول اللي رايح تشاهد كيتشن بلون اصفر ماهي تقريب في اللول العربية كيتشن منعدمة لاحظوا نوو الازرق بو هذا طبخ خاطي 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 كيتشن لاحظوا كيتشن في الدول العربية منعدمة كلمات كيتشن بلغة انجليزية لاحظوا كيف يتعبع في مملكة المتحدة نيوزيلاندا استراليا ايرلند المتحدة علىها قلت لكم كل مرة كيتشن باللغة الانجليزية كتبوها في العنوان كيتشن في اللغة الانجليزية في العنوان في الصندوق الوصف باش تنشر عالميا ننزل طلبات البحث كيتشن امبوسيبل فين وعشرين حاجة كما كيتشن سبليس نير كيتشن امبوسيبل لزبت ابحثوا شو ملعنوا من هذو احاول اديروا زيهم ادوا افكار ويا راح اذا ايضا لو كان نكتبو باش نعطيكم عبارات فقط يعني باش نعطيكم كلمة الاساسية كلمة الاساسية كيف نبحث عليها طبخ او نديرو مطبخ اذا مطبخ تخرج لأول قناة مطبخ لامية معنتها قناة لامية ناجحة بزاف ادخلوا قناة مطبخ لامية وشوفوا لماذا كيف كنتبت مطبخ خرجت هذي الاولى مثلا شوفوا عنوين تحها شوفوا لماذا نجحت شوفوا الصور مصغرة تحها افكار عليها افكار منش عاف انك فهم فهمكم هزوا مثلا هذا فيديو دلت والصباح شوفوا الصور مصغرة سلام خيار لا مفر من خبز الدار شوفوا العنوان في جذاب هذا هو الخبز سهل وسريع سهل وسريع شفنا صح او لا سهل وسريع شفنا وبدون دلك ونتيجة تحفى شوفوا معايا صندوق الوصف نفسه المقادير تكتب على الاقل تكتبو المقادير هذه قناة تتنشرب هذا الاسلوب لاحظوا قناتها جميلة راح نشوفوا مثلا لمح عليها او قناة خاصة بالطبخ التركي والجزائري بطريقة ومقادير بسيطة كاتب على الاقل الوصف قناتها مكتوب قناة خاصة بالطبخ التركي الجزائري وهكذا حنشوفوا مثلا الفيديوهات لاحظوا معايا جمال الصور شوفوا شوفوا جمال الصور وكيفية عرض الصور شوفوا هذه قناة تجتب كيفية جميلة هذو اللي جمع الصور مصغرها العنوان جذاب وصندق وصف ايضا نرجع للكلمة الدلالية تقنا طبخ كتبنا الطبخ الطبخ وش خرج دي خرجوا لي يعني بعض القنوات ايضا كيف نعرف كلمة الدلالية حاوش نروح لعلى قوش تلقاه واحد الاسطر الثلاثة نكليكي فيها الاولى ندير ترتيب حسب عدد المشاهدات وندير التطبيق التحت عندي اكثر فيديوهات ناجهات تجدونها بأنها اطفال 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 لكن رح لحظوا حاجة في العنوين على طبخ خرج لي هذا الاكثر مشاهدة في العالم وش نلقا وكي نقرأ اللول تلاحظوا معي العنوان المكتوب كوكينج العنوان الثانية لاحظوا معي كوكينج لاحظوا معي النهاية على الفيديو الثانية لقاء كوكينج مش كاملة ثالث فيديو مكتوب كوكينج رابع فيديو كيتشن كيتشن هي مطبخ معها كوكينج لاحظوا معي الفيديو هذا الخمس طبخ ايضا فيديو اخر كيتشن فيديو اخر كوكينج فيديو اخر كوكينج كيتشن لحظوا كلمة راح نبدأ ونعرفو كلمة أساسية هنتعرفو كلمة أساسية هي مطبخ طبخ هذه كلمات لازم عليك تكتبها في العنوين دخلها في العنوين دائما تدخلها دب الرأس شوف تدير جمل دائما 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 ودخل معك بالعربية مطبخ طبخ مطبخ هذه هي راح نشوفوا هذي كيفية تكتب كوكينغ هنحاول كوكينغ وعلى كوكينغ حيخرجوا لي فيديوهات مش هورا نحاولوا نهزوا منها بكل طبخ كامل طبخ إذن هذه هي فقط بشتفى مبرك هذا الشيء ما وضعه بزاف طويل وفيه بزاف هادرة وأنا أعطيت لكم على الأقل واشتازم تديره كيفية تخدمه كيفية تعرفه المهم الكلمات الأساسية الخوطية هي طبخ مطبخ كوكينغ وكيتشن هذة من كلمات الطبخ الأساسية لأي قناة طبخ أعيد وأكرر كلمات الأساسية لأي قناة طبخ تحب تكون عالمية هي كيتشن كوكينغ هذه بلغة اللغة الإنجليزية وضرورية بزاف لغة إنجليزية في العنوين كوكينغ وأيضا كلمات كيتشن وبلغة عربية هي طبخة مطبخ